بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان محاضرتنا لهذا اليوم معرفة المؤتلف والمختلف وكالعادة نبدأ بتعريفه فنقول المؤتلف لغة اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي وهو ضد النفرة والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق أما اصطلاحا فهو أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الأنكنا أو الأنساب خطا وتختلف لفظا بخلاف المتفق والمفترق قلنا المتفق والمختلف أن تتفق خطا ولفظا أما في المؤتلف أن تتفق خطا وتختلف لفظا والأمثلة التالية توضح ذلك بإذن الله تعالى من الأمثلة على ذلك سلام وسلام الخط واحد لكن تختلف في اللفظ الأول بتخفيف اللام والثاني بتشديد اللام من ذلك أيضا مسور ومسور الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو مثال ثالث البزاز والبزار الأول آخره زاي والثاني آخره راء مثال رابع الثوري والتوزي الأول بالثاء والراء والثاني بالتاء والزاي وهذا يدل على أن مرجع الاختلاف في اللفظ سواء كان النقط أو الشكل هل لمعرفة المؤتلف والمختلف ضابط؟ أكثره لا ضابط له لكثرة انتشاره وإنما يضبط بالحفظ لكل اسم بمفرده وبعضه له ضابط ويقسم إلى قسمين ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب مخصوصة مثل أن نقول إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثناه ثم المهملة إلا محمد ابن بشار فهو بالموحدة ثم المعجمة يعني إذا وجدنا اسم محمد ابن بشار فنعرف أن هذا فقط يقال فيه بشار أما إذا جاء الرسم مشابه له فهو يسار وليس بشار القسم الثاني ما له ضابط على العموم أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة مثل أن نقول سلام كله مشدد سلام كله مشدد اللام إلا خمسة ونبين تلك الخمسة أهمية هذا العلم وفائدته تظهر من خلال القول علي بن المديني رحمه الله إذ قال أشد التصحيف ما يقع في الأسماء لماذا؟ قال لأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده وتظهر فائدة هذا العلم فائدة معرفة المؤتلف والمختلف في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه من أشهر المصنفات في هذا النوع كتاب المؤتلف والمختلف لعبد الغني ابن سعيد وكتاب الإكمال لابن ماكولا وذيله لأبي بكر ابن نقطة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر